ممتاز 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 تانكيو تانكيو طيب إذن خلونا نستمر خلونا نستمر إذن النقطة المهمة شنو عدنا النقطة المهمة أنا شلون أبدأ أبلش أفرغ كل المعلومات الموجودة في عقلي شنو الأشياء لازم تفرغها أي شيء تفكر بي حسا وجدتك فكرة معينة جهنمية جميلة لا تحاول تعالجها بعقلك رأساً أغزنها بورقة وقلم عندك باتشر موعد اكتبها بورقة وقلم عندك باتشر لقاء اكتبها بورقة وقلم عندك باتشر طبيب اكتبها بورقة وقلم عندك بعد يومين مقابلة اكتبها بورقة وقلم عندك بعد ثلاثة يام امتحانات اكتبها بورقة وقلم لا تنطي العقل لك فرصة إنه يبقى فيها أشياء قايدة تنفيذ فقط الشي اللي جاي تريد تنفذه هسا الآن هسا أنا حاليا جاي ينفذ بعقلي شنو المحاضرة الشنون أقدم لك بشكل واضح ويتكون واضح عندك هذا اللي يباقي بعقلي بقيت الأشياء اللي ما فكر بيها لأن كلها مسجلها وما احتاج أخلي عقلي يفكر بيها أصلا ما انطيت لها مجال أنا عندي ساعة بالعشرة موعد مع أعضاء فريقي God for Iraq المبادرة وأجي أشرح لهم عن Time Management انتهى لا أتصال هاتفي أقبل لا تاسك تلقى بالميز مالتي أو بالتيبل ما راح تلقى إيشي لأن كلها مسجلة بالدفتر بالنوتس وبعيدة عني لأن مجرد أباوة عليها راح أقراها إحنا قلنا لازم نبعدها عن عيننا اتقالية قريبة من عندك ما راح تفكر ما سويتش أنت أنت تريد تفرغ من عقلك المعلومات عفواً تفرغ من عقلك الأفكار فإذا أنت تفرغها من عقلك وتكتبها بوارقة وقلب ما معقولة تخلي قدامك لأن أنت بس تشوفها رجعتها لعقلك مرتل أخير سويت قولة تكتبها إذن تحتاج إلى النوتس أو تحتاج إلى بورتبل بايبرز ممكن تأخذ بياك أجندة وتسجل بيها المعلومات أي فكرة تجي ببالك رأسة نسجلها وخليها بالورقة ومثل ما قلنا عدنا ديجيتال نوتس إفر نوت وكثير من تطبيقات إذا تدو لست تشتغل فأكثر تطبيقات أنا نصحك بيها تريلو تريلو يشتغل على أساس الكامبان فريمورك طبعا هو من ضمن الميثودولوجي الخاص بمنه أجايل عدنا سكرام وعدنا كامبان إحنا نعرف كود فور إراك يتبع الميثودولوجي شنو هو أجايل حاليا متوقعا ونتقل لديفوبس تمام بس إحنا تعلمنا بكود فور إراك دنستخدم الاثنين السكرام ودنستخدم أيضا معاه الكامبان اللي تم تأسيسها من قبل أو تم صناعتها من قبل شركة تيوتا زين فممكن تستخدم التريلو بتنظيم عملك التريلو إحنا نستخدمها بالمشاريع وأيضاً دنستخدمها بتنظيم الإدارة العضاء إنت ممكن تستخدمها بعملك ممكن تعملك لستات كاملة نوتس المشاريع اللي تريدها التاسكات اللي لازم تعملها تخلي بها التوقيت تخلي بها التايمر الشغلات اللي نفذتها اللي ما نفذتها تدوليست رائع جداً يعتمد على الكامبان فريمورك فتقدر أنه أنت تستخدم التريلو إحنا تريلو شرحينه دائماً تعرفون تريلو صديقنا بداخل المبادرة ونعتمد عليه ونفرض على اللاعظة أنه يتعلموها دائماً فتقدر تستخدم التريلو الشخصي إلك وتخلي تدوليست شنو الأشياء اللي مفروض أنه أنت تعملها أوكي ضمن التاسك تعمل لك لست آخر المشاريع اللي أنت عندك مثلاً عندي مشروع أنه أطلع ويا صديق سفرة عندي مشروع أنه أخابر دكتور وات أيضاً كان تمام؟ عندك هنا النوتس الملاحظات أوكي المفروض اليوم مثلاً على سبيل المثال إحنا عدنا بفريق القادسية اليوم كان عدهم اجتماع على أرض الواقع فرأساً أنا خليت لأنه قبلها ستحلى أنططني قالت أنا راح يكون عندي اجتماع فاش سويت؟ اليوم خليت بالتايم تايبل مالتي نوستحلى إذا دزت لي الصور راح أنشرها على البيج الرسمي ماتنا كوت فوري ولاحظتوا نشرتها رأساً فهايا خليها من ضمن النوت يعني ملاحظة أوكي وتقدر طبعاً يعني أنت من تجي تسأل نفسك أقدر أزيد تقدر تزيد براحتك أقدر أغير العناوين غير شي كيفك أنت لأن هي عفواً هي المواضيع هاي تابعة إلك أنت تعرف شي تسميها أوكي هذا اللي تشوفه أمامك هو مثال عفواً طيب تنظيف العقل يعتمد على شنو مجموعة أشياء أقدر أعتبرها شنو store points هاي الملاج هاي الشانالز عفواً خلي نقول القنوات أو هاي النقاط اللي رح نسردها هي نقاط تغزين عقلنا حتى ننظفها من الأفكار أو التاسكات الغير معالجة لازم يكون عندنا نقاط تخزين أو تشانالات نخزن بيها المعلومات الموجودة بعقلنا وإلا عقلنا رح يظل يفكر بيها عقلنا رح يظل يفكر بيها ورح يظل ما ينام الليل ويزعجنا وكل شوية رح تنساها ورح تنساها فإذن شون هي البوينز خلوا في بالكم هاي نقطة جداً مهمة Unresolved things أكو أشياء اللي في بالك مثلاً Idea جاتي فكرة في بالك شو تسوي اكتبها يا أما بالسجل دفتر ملاحظات أو بالdigital notes واحدة من الاثنين ورأساً من تسجلة رأساً خليه بالجنطة خليه بالجزدان خليه بأي مكان ابعد عنك حتى ما ترجع تشوفها المهم أنت طمأنيت إنه هاي الفكرة ما ضاعت خزنتها في مكان أمين إذن نقطة رقم واحد أي فكرة تيجي في بالك اكتبها رأساً يا أما قلم ورقة يا أما تسجلها بالموبايل وانت حر رقم اثنين التاسكات اليوم لازم شا سوي أروح للطبيب عندي موعدوية صديق أخابر whatever كان التاسك مالتك يا أما تسجلها بقلم ورقة يا أما تخزنها بالموبايل ونفس الشي تبعد عن عينك حتى لا ترجع تفكرة ليش تبعد عن عينك رح تسأل ويا نفسك طيب محاولة إذا كل شي بعدت عن عيني شا سوي أوكي انت السك بعدت كل شي عن عينك وفرغت عقلك صح خلاص عندك ستاين تعال شو ما أريد أسوي تعال طلع تاسك تاسك الآن رح أسوي هذا التاسك فرح تكون مشغول ويا هذا التاسك فقط وتركز على هذا التاسك فقط انت جيتك رح تزداد الضغط عليك رح يقل ثالثا عندك research أنت طالب أنت مثلا تريد تبحث عن موضوع معين بالأنترنت whatever كان المفروض اليوم تسويها لا تخليها في عقلك لانت قلت المفروض اليوم تسويها بمعنى مو شغلك هسا رأسا اكتبها بقلم ورقة أو اعملها مثل message بالفايبر مالتك ارسلها لنفسك انت ممكن عندي حسابين فيبر ارسلها بنفسك او افتح تطبيق الرسائل بالموبايل مالتك واكتبها ولا ترسلها بس يتحفظها draft او قلم ورقة واكتبهم المهم ما تبقي بعقلك انا اليوم راح اروح ابحث على سبيل مثال محمد عيسى وصاني انه ادرس ادارة المشاريع اوكي ما بقي بعقلي لا قلم ورقة واكتبها بالموبايل اكتبه بدفتر الملاحظات اكتبها حتى شنو من ارجع على دفتر الملاحظات مثلا اما وعشو شنو التاسك اللي عند لازم اسويها وتخليها في مكان امين عندك ايضا هذا التاسك مكرر طبعا عندك ايضا حالات يعني مثلا راح تسألني تقولي اوكي انا بالطيارة او انا برا بالشارع دائم شي او خلي نقول انت دي تسوك سيارة وجدتك فكرة هاي شلون انا ما قدر اطلع قلم ورقة واذا ازم الموبايل وقع دي سجل بيدي ممكن اعمل حادث عندك شي بالموبايل اسمه voice memo اللي هو تطبيق يسجل صوتك حالة حال الدفتر ملاحظات سجلها طلع الموبايل وانت دي تسوك سيارة طلع الموبايل سجل صوتك قولي المفروض اليوم اعمل فلان شي اغزنه لا تخلي عقلك يكون هو المغزن ابد هذا هو افضل شيء اليك طيب من هاي النقاط الخمسة لين عندنا هذا متكرر في النقاط خمسة من هالنقاط الخمسة رح تسألني سؤال طيب محمد برأيك يا طريقة امثل هذا الشيء انت رح تجاوبه من الممارسة من تجي على سبيل مثال كتبت بقلم ورقة اليوم ثاني يوم مثلا ورا شوية كتبت عن طريق الموبايل وراهاك سجلت صوتك مثلا لمدة اسبوع رح تكتشف ياهو الاسهل اليك وياهو الافضل اليك اذا شفت وحدة من هاي الطرق هي اسهلة اليك للتخلص من الافكار قيد التنفيذ الان ريسولفت تنفيذ اذا هو الديفولت ما لتك رح يكون اذا هو الحل الانسب للتخلص من وجع الراس من التفكير بهذه الامور لان اريد اغزنهم فاذا بالاول و بالاخير انت رح تقرر عن انطيك الوسائل الي تقدر تتخلص من عنده وتخلي عقلك free حر وتقدر تفكر براحتك وتكون اكثر كرييتف وتكون شنو اكثر فوكس تركيز على الموضوع اللي انت تريد تقوم بها طيب لهنا عادكم سؤال محمد العاتي كول لا يوجد صوت لدي هذا منو طالع لنا من فجر الاسلام هاي منو داخلنا القروب من زمن قريش خلق صفة ماذا ماذا يسمع خلق صفة اوكي ماذا مواضح اذا نرجع للموضوع مالتنا لقد قد قلت تشاقون راح انطيكم راح انطيكم مجال بس انت بقالنا تسع دقائق فدوة روح لكم حتى السيشن الجاي يكون الopen discussion اوكي السيشن الجاي انشاءالي يكون open discussion تمام وقف الملاحظات باقينا تسع دقائق بس نحاول نخلص اللي نقدر عليه حتى السيشن الجاي يكون open discussion من حقكم تكتبون من حقكم تحكون وتسألون اي سؤال يختار في بالكم طيب خلونا نرجع للموضوع ماتلين وقف الشات اذا unresolved things العقل حتى افرغه من هاي الامور عندك هالخمس نقاط الحل الامثل اختار على فكرة اذا انت عندك حل اخر عادي جدا اذا انت تعرف طريقة اخرى للخزن عادي جدا اذا انت تعرف فالطريقة متعود عليها لخزن ملاحظاتك وتفريغ عقلك خلاص اتبعها اذا لقيت نقطة ما موجودة من هاي النقاط ليش لا اعملها المهم يعتبر في شيء جيد اليك المهم هي السهلة اليك طبعا هاي المواضيع حاولوا تعملوها كhomework جربوها ويا نفسكم الشيء الثاني اللي لازم نتناقش بيه اللي هو brain mining التنقيب في داخل عقلك اوكي brain mining موضوع جدا مهم وهذا الشيء لازم نتناقش بيها انا اقعد ويا نفسي اليوم بعد المحاضرة اعمل لي brain mining اناقب بهذا العقل اشوف ليش مجغول بشنو مجغول ممكن يكون مجغول بأيدياز افكار اذا قلم ورقة واسجلهم حتى اتخلص من عندها ممكن يكون مجغول بتاسكات وهاي التاسكات مفروض باتشرا اخلصها اكتبها بقلم ورقة وتخلص من عندها ممكن يكون مجغول انه فوق الميزة ان لازم ارتبها اتخلص من عندها ممكن يكون اوراق مبعثرة ومكتوبية ملاحظات ارتبها وضيفها بالبوكس ممكن يكون ملاحظات ممكن يكون ايميلات انا لم جاوب عليها ممكن يكون تيكست ميسج اسم اس ممكن يكون تليفون مفروض انه بعد يومين اخابر صديقي افكر بعقلي اقل ها صحيح انا مشغول لازم باتشرا اخابر صديقي او مثلا بالفايبر جاء الرسالة لازم اعني اجاوبة وبعدني ما مجاوب او ممكن اريد اروح اشتري غاز او اريد اروح اشتري نفط الدنيا باردة او اريد اروح للأسواق اشتري مسواق او ادفع الايجار او سيارة اشتري او سيارة عندي عاطلة او اخسلها كل هاي الامور تدخل من ضمن الbrain mining او اريد مثلا عسى بمثال موبايلي انزلها تطبيق مثلا اليوم قلت لك جوجل كيب وقلت لك افرنوت هذا ايضا يعتبر ترتاس هذا ايضا يعتبر ان بروسس خلاص لو تنزلها لو تنزلها لو تختبها بالمراحلات تقول بعدين انزلها ما تبقيها بعقلك او تريد تنزل فت سوفتوير تطبيق بحاسبتك او تريد تشتري فت شيء معين ساعة هدية فت شيء معين اوكي واليوم الفلانتاين اليوم فلانتاين واحد قد المحاضرة وما دائما المبرمجين والشبكات المهتمين بالايت ما عرفوا بهاي التواريخ اوكي او ممكن يكون عندك اوبديت يعني على سبيل المثال انه على سبيل المثال انه مثلا شايفين بعض مرات بالموبايل ايفون كان او اندرويد يجي لك يقولك انه انت موبايلك يحتاج اوبديت فانت تمنع الابديت ليش حتى تكمل يمكن عندك فتشغل معين بالتطبيق تمنعها تقولي يلا بات شو عاني اعمل الابديت هذه كلها تعتبر شنو من ضمن البرين ماين تمام راح تفكر ويا نفسك هل هاي الامور فقط تشملها البرين ماين لا ابدا اي شي ما مذكور هنا انت اجدتي بالك تقدر تعتبر براين ماين هذا فقط كشي جنرال كشي عام ده اعطيك مجموعة اشياء تعتبر من البرين ماين بس انت ويا نفسك اذا اكتشفت فالشي لازم تسوي او شغل جهد عمل كومبيوتر اي شي كان ترى هذا ايضا يعتبر شنو يعتبر ويدخل من ضمن من البرين ماين طيب بعد ما عرفت البرين ماين شنو الخطوة التالية احنا تقلت لي لازم افكر بهاي الامور يعني بعد الساشن لازم اقعد وي نفسي وافكر شنو الشغلات اللي دي يشغل عقلي وشنو الشغلات اللي موجودة حاليا بعقلي واللي مفروض اسويها خلال هالسبوع وسبوعين الجايها اوكي حاول لمدة شهر فد مرة تمام ومن هالكاتيجوريز من هالاشياء الموجودة عفوا اشياء الموجودة امامك وبعدين بعدين تجيب قلم وورقة او تجي تفتح لك نوت بالموبايل مالتك وتجي تسجلهم كلهم كلهم شلع قلع كلها كلها سجلها اوكي مو اكو بعض الافكار يعني مو القد مهم سجلها سجلها لان يجوز عقلك رح يقعد يفكر بيها لان عقلك اذا مايقعد راحة انا عرفه احنا العقل البشري مايقعد راحة ها انت ماسجلت هاي هاي ها مهمة ترجع وانتلاقى تسجل فسجل كل شي كل شي كل شي فرغ حتى لو كانت غير مهمة عادي سجل انت ما تخسر شي لان بالول باخير اذا ما تريد تسويها ما رح تسويها انتهى المهم تاخذ عقلك وتفرغ من هاي التاسكات اللي مفروض ما تفكر بيها حاليا حتى تقدر تنام يعني مثل ايش وقت حاليا نحن دا نشرح وساعي دعش ونص ليل بتوقيت بغداد اكيد انت تريد تنام تمام او ممكن يقعد يكون عندك دوام فمو ما اقول خلال هالساعة او الساعتين تقعد تنجز لك عمل ما اليوم كامل صح فاذا لازم اكتبها بعدها شنو المفروض هسا انا كل اكتبتها طلعت لي ميت فكرة ميتين فكرة الف فكرة ما عندي مشكلة وعلى فكرة مش شرط انه انت تكتبها بلحظة واحدة بالثانية واحدة لا ممكن انت يوميا تطلع على افكار من عقلك يوميا طلع على افكار من عقلك عادي يعني قلت لك كل ما تجي لك فكرة او تفكر في شي معين وان بروسس بعدك قيد التنفيذ خلاص اكتبها طلعوا ورقوا وقلوا مكتبها نجي هنانا نعلم عليها ونختار التريجرز التريجرز شنو هو اكو شغلات نقول عليها دو او نوت تدو الاشياء اللي تحسها ضرورية لازم تخلص لازم تخلص على باتشور او لازم تخلص اليوم هذي تعتبر تريجرز اوكي هاي لازم اني شنو ارفع الpriority مالتا اصعدهم فوق واقول هاي الشغلات لازم اني خلصهم اوكي اكو شغلات راح تفكر بيها انه انت شغيل باتشرة خلصها فكر بيها شوي هل هي تريجر ممكن تلقاها وما يحتاج يعني باتشرة ما راح تقلت خلصها ليش مثلا مثلا انت عندك مشكلة بالسيارتك والسيارتك تحتاج تروح للميكانيكي حي الصناعي وقبلها لازم تروح تشتري في شيء معين من مكان اخر وانت ما تعرف مثلا حي الصناعي مفتح بس يجوز اروح لذاك المكان ما لقى هاي القطعة اذا ما يخلص بيوم ممكن يخلص بيومين فهل انت مستعد انه تنفذها باتشرة وعقبة لانت تقول باتشرة ما عندي شيء بس ممكن عقبة عندك شيء تمام يعني ممكن تقول يعني السبت باتشرة اوكي باتشرة اروح بس ممكن السبت انت لقيتها بالمحل معزل ما راح تقرأت تروحها لبصناعي تمام تضطرت حول للاحد الاحد عندك دوام اوكي راح احاول للخمي راح تبدي شا تسوي اذا جدت تريد تنفذها حرقت يوم كامل وكل التاسكات اللي موجود عندك راح شيصير يندفع ينحشر على اليوم الثاني اهنانا انت شا تسوي لحظة انا باليوم الواحد عندي 24 ساعة من هال 24 ساعة ممكن عندي 12 ساعة الـ 12 ساعة تذكرون بالمحاضر اللي احنا جلنا الوقت مثل الفلوس وايضا مو مثل الفلوس شلون مثل الفلوس عندك بجت حصة باليوم الواحد هل قد تصرف الفلوس ممكن تتعوض بس الوقت ترميه تتعوض اذا اليوم خلص خلص انت راح من عمرك اليوم جديد ينطيق بلانس جديد بينما الفلوس لا عادي تجري تتعوض بعت الموبايل اشتغل تشتري موبايل احسن من عنده وين المشكلة تجري تعوض الفلوس اليوم ما عندك فلوس باتشر عندك فلوس بس اليوم اذا خلص الوقت باتشر ما عندك وقت الهنا راح نتوقف لان ما بقى غير اقل من دقيقة نرجع على نفس الرابط ونكون open discussion لأي واحد عنده مقترح أو عنده اي سؤال